مزيد من الأجل والمغفرة والثواب إذن نعود إلى ملفتنا وصفقات صعب الربراب ونصل إلى صفقة الخبر أين تمنح صفقة اقتناء الربراب لمجمع الخبر الاستحواذ على العديد من الوسائل الإعلامية وحتى شركة البث والنشر والتوزيع التابعة للمجمع كما تجعل من الربراب شركا جديدا لجريدة الوطن في ثالث مطابع بنسبة 50% نتابع مع أحمد محمود ربراب الخبر صفقة أثارت الكثير من الجدل وأسالت حبرا كثيرة خاصة بعد أن حامت الشكوك حول شرعيتها لتعتبرها الوزارة الوصية غير قانونية استنادا إلى المادتين 17 و25 من القانون العضوي التي تؤكد على عدم شرعية أن يكون نفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري يملك أو يراقب أو يسير أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام تصدر بالجزائر يسعد البراب يملك ومنذ سنوات جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية وباقتنائه لغالبية أسهم مجمع الخبر سيصبح مالكا لما يلي جريدة الخبر الناطقة بالعربية قاناة الكاي بي سي التابعة للمجمع منذ سنة 2014 شركة للبث وأخرى للنشر والتوزيع مطبعتين خاصتين بمجمع الخبر الأمر لن ينتهي عند هذا الحد فمجمع الخبر يملك ثلاثة مطابع أخرى بالشراكة مع جريدة الوطن بنسبة خمسين بالمئة موزعة في الشرق الغرب والجنوب الجزائري واستحواذ ربراب على مجمع الخبر سيسمح له بأن يكون الشريك الجديد لجريدة الوطن في مجال الطباعة هي كل ما دخل في صفقة شراء ربراب لمجمع الخبر فما الصفة التي تنطبق عليه أهو مالك مراقب أو مسير لكل هذه العناوين فالمنطق يقول أنه لن يتمكن من نزع إحدى هذه الصفات عن نفسه عوداء الضيف المحامي محسن عمارة كما شاهدنا في التقرير حول قضية الخبر أستاذ محسن عمارة كيف ترون هذه القضية وفي هذا الوقت بتات أنت كنت متأسس في القضية وفرشت منها هذه القضية حبوا يختم بها الحوصلة القضية تعلق الخبر هذه قضية فعلة ستن بروديو ستن بروديو تعلق الانسيان ديرا ستدير سيليزيليمون اللي بقاو في الرواج هدو ما اللي داروا هذا الوقت لأن لو كان واحد يحكم الملف هذا اللي رأوا الهناية بتحليل بسيط أولاً يقضي لكيستيون علاج شكون هذا هما هذ القضية هذي حبوا يضربوا به أول من الضحية اللي حبوا يضربوه هما يضربوه وزير الاتصال لأنه مش يتاحهم يحوشوا على حاميد جرين باش منها وديجا مش هو اللي رأوا يسير في الميلف كان مجموعة اللي رأوا يسير في الميلف أصنعون يسير هو مع لبلوش هتا بلغة وغيري لا ديكلاري غير في هذي لما تصفح هاد العقود هادا تلقى بللي اللي دار قضية هادية سي لمام لمام تكنيك اللي داروا بها قاع القضايا اللي مقبل هاد الخبر عليش الخبر يشيري هربرب في هاد الوقت الخبر يشيري كفادسة من اللي نحاول من اللي راح لكلوني الفوزي نحاول الخبر والوطن كيف بعض المسؤولين يقولوا أنه عندنا شيف رضافة رقم أرباح هاستنى هاستنى هدو كنقول لك المسؤولين كبير خلال كل سنة 21 مليار هاستنى تشوف الخبر والوطن يصنون شيت ليبر من اللي راح فوزي ما عندهمش بيبليسيتي رام بالاخر سيبورسا رامي سنتنتين دو ساجتي يروحو يجيبوا الكربرب في هاد الوقت هاد يقولوا راح يشيري هاد الشركة الفاليسة كيفاش يدير باش يشراها يروح يدير يدير إنسوسيتي إنسوسيتي يكرى يدير إنسوسيتي واسمها نسبرو هذي نسبرو هذي هذي سيت إنسوسيتي مورال مبعد باش هو رامي شراج هاد اللي رامي يقولو شراء هادو الناس يرامي خيطو اللي يرامي يخدمو للقاضية هو رامي شرأ أسهم شراء الأسهم برك في عنده الاغلبية تاع الأسهم في الخبر الاغلبية تاع الأسهم هذي تأطيله تأطيله هو اللي كان تهضر كشخص معنوي كشخص طبيعي ربها praying يسعد لكن صح كشخص معنوي من اللي دار الدوسي باش بريلك هنا باللي دار دوسي هادا داروه سيبور سيبور قلت لك يضرب سيمو حسين عمارة سيمو حسين عمارة لو سمحت فقط أنت كنت تحكي في أمر لكن فيه تناقض علي جري من الخبر يقول أنه عندنا رقم نسجله كل سنة 28 مليار كأرباح صافية للمجمع من جهة أخرى نشوف أنه ربرا بيجي يقول جيت أنقذ هذا المجمع خليني نكملك الفكرة ركزي على هذا النقطة على هذا التناقض تناقض لخلقوا القضية على الخبر لخلقوا هذه القضية أرى الناس لكي يشوفوا الصمعة تعلق الجزائري يا أستاذ محسن لو نبقى في هذه النقطة بالذات نركز عليها لأن كل الجزائريين احتاروا الأفراد من الخبر يقولوا أنه عندنا أرباح وربرا بيقول جيت أنقذ هذا المجمع من الإفلاس على هذا التناقض يقولوا للمجموعة التي رموا وراهم قال سيد محسن عمارة وزير الإتصال قبل أن يكون وزيرا هو صحفي يعني يعرف جيدا القانون يعرف بيت الخبر لا يعرف القانون هذا يعرف يعني يعرف الخبر من القديم يعرف بيت الخبر جيدا يعرف الخبر شوف يعرف الخبر هو جيس تومون سي حميد جرين كي جاء الوزارة للإتصال رمهما كانوا حسبيت بلي رأوا التحم بس كان يكتب في ليبرتي وكان في جي زي كانوا حسبي بلي التحم لما أسمح لي خليني يكمل لك سلع عمارة يتقطعني هكذا هو طبق القانون يعني بحدافره وأنت تعرف يعني ما تتبقش القانون كي جي هو مرام دخلوا وزارة الاتصال في متاهات لأن هذه العريضة لماذا في متاهات فقط رأي مرفوضة العريضة هذه مرفوضة في الشكل فقط يا أستاذ محسن بن عمارة يا أستاذ محسن عمارة القضية في العدالة والعدالة ستأخذ مجرها الوزارة أنت تعرف أنها استندت للمدة 25 لو تفضل يعني وتقرأنا المدة 25 ونتبعوها يعني بحدث الوزارة كي استندت لها المدة المدة 25 وش تقول لك تقول لك الشخص المعنوي تقول لك شوف تقول لك يمكنه نفس الشخص المعنوي الخاض على القانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير يفو بريسيزي هاد لغر سيتا دير نبو بو سيدي كونترولي و ديريجي رب راب كي شراب نس برو بشخص معنوي هنا تدخل نس برو رب راب راب أو شخص طبيعي شخص طبيعي ما تقولش تكلم عليه أما لسوسيتي نس برو اللي شرات هي شخص معنوي هو يقول لك هذي رأي شخص معنوي مش هي اللي يتملك الخبر اسمح لي خليني أكملك باختصار فقط باختصار يقول لك مش هي اللي يتملك الخبر بالصح لما التروح تلقاه هو عنده الأغلبية تعرس المال في اللي بيرتي وتلقاه عنده الأغلبية تعرس المال في الأخر هنا يدخل يدخل في المادة 40 اللي تقول لك الصهر على منع تمركز العنوين والأجهزة تحت التعفير المالي والسياسي والإديولوجي لمالك واحد هنا رب راب يدخل يطبق عن القانون أستاذ محسن عمارة في الكثير من السياسيين في الجزائر يتحدثون عن احتكار أصحاب المال لمؤسسات العنوين واستغلالها في أغراض سياسوية يقول لك أنترك تدخل في المادة هذه يقول لك هذه صلتة الضبط ما هيش موجودة يقول لك وبالتالي لم تجبني قانونا هل يصلح أن يتم شراء مؤسسة ربحة جسير شوف مشكلة في هذا الدوس ليس التعشراء كلما تقول شراء يقول لك يدخل في عقد بيع لا يكون أختصاص تاعة المحكمة الإدارية المشكلة جزتهم الناس ماذا يريدون رب راب بنا خبر هذا هو السؤال هذا السؤال كبير ماذا يريد رب راب من الخبر جزتهم الناس الذين وجهوا دعوة هذه المحكمة الإدارية هذو هم الذين عندهم الخلفية مورا هذا الملف لم تجبني عن سؤالي لم تجد على السؤال، لماذا يريد ربرا الشراء للخبر؟ ربرا مستعملوه، ربرا لا يريد لا لا، ربرا تداروا بالشركة فاليسة سواء دارها باش يطيرها مبالو بالشركة فاليسة هي لست شركة فاليسة، هي شركة ربرا ربما لم تداروا القاضية باش يطيروا ضجة سياسية باش من بعد لما الجماعة الي حركت القاضية في اليوم نصي على القاضي هذا القاضي الذي قال الأستاذ عمارة ما ترفعش في هذا الميلف اللي ما عنده حتى قانون يا أستاذ محسن أستاذ محسن عمارة نحن نتحدث قانونا هل يصلح أن شركة تكون رابحة سيد علي جري يقول أنه للربح تعنى 12 مليار ويتم شراءها من طرف يسعد الرباب لماذا أنا قلنا هذه جاوبتا على وارب راب يقول أني جئت لإنقاذ الخبر والمعروف أن الخبر راه رابح يعني 20 مليار رقم المجموعة اللي بدات القضية هذه العدلة المجموعة اللي وصلت دولة جزائرية تروح تشكي بفرد لو كان جات بالمفهوم الآخر نعكسوا الآية لو كان دولة جزائرية حبت تتعسف قال تدير له قرار إداري تغلق له لأن المشكلة كل روا في العنوان الخبر الأخرى هذه كروا هذه كأسفقة تجارية في العنوان الخبر لما يتغير عنصر من لقريمون لقريمون يسقط لأن العنصر تعالى الأخرى الاعتماد غير قبل التنازل بأي شكل من الأشكال الاعتماد هذا لما يتغير فيه عنصر سواء المالك أو العنوان يسقط بقوة القانون هنا لو كان جاءت الدعوة مسيرة عند محامين صح والأخر توصل قال ديريكتمون ديرك الغلق الإداري مدرش الدولة تشكيدي فرق على كلين يا أستاذ نواصل في ذات السياق نتحول إلى تقرير آخر نطوي هذا الملف ملف الخبر نتحول إلى أشخاص تعرضوا لما سمي بالحجرة يعني من طرف طرار بينهم عمار أزوى وهو مستثمر جزائري في الأسمدة والمنتجات الفلاحية بدأت قصته مع يسعد ربراب سنوات تسعينيات بعد أن أغلق عليها الرجل كل شيء وانتزع منه قطعة أرض كان يمتلكها يصف الرجل كيف راح ضحية رجل أعمال يسعد ربراب في تقرير رأيه شمش عمار أزوى مستثمر جزائري منعه رجل الأعمال الجزائرية إسعد ربراب من تحقيق حلم كان يكبر معه منذ صغر وهو إنشاء مصنع بالحميز ولأن عمار اشترى قطعة أرض كانت مخزنا للحمضيات لمجموعة من الفلاحين دخلت أياد ربراب لتنتزعها منه بالقوة وتحولها إلى ميناء جاف تعبت عليها بالمزاب وضيعت عليها بالمزاب دراهم في الحميز وصير ربراب جاء أحقرني أحقرني على تمام الكلمة الشي اللي تعبت عليه خسرت عليه في وقت اللي كانوا دراهم قيمتهم أخسرت فايت 900 مليون قوة ربراب ونفوذه سنوات التسعينيات وصفها هذا المستثمر بأنها كانت تلتهم كل شيء في هذه البلاد بيه غيره هو يسمى أخري يراه رجل يعني قدر يخدم الناس ويستثمر حنا يسمى أخري علىه ما نقدرش نستثمره كما هو أنا راني نقول يسمى أخري سيد بزاف عليه بزاف عليه يعني يسمى أخري يعني غيره هو اللي راهي يكسبت من جزائر وراه يسمى أخري إنسان حقا أنا يسمى أخري في القضية تاعي راه يسمى أخري سيربراب راهو أعقرني وراني اليوم ما نسمح له وغدوة ما نسمح له وعند ربي ما نسمح عمار أزوى وهو عينة من الضحايا الذين راحوا ضحية لوبيات سنوات التسعينيات كان رجل الأعمال إسعد ربراب طرفا أساسيا فيها نبقى دايما في ذات السياق وكثيرا ما يتردد مصطلح اللوبيات عند الحديث حول السياسة في الصحة العالمية فهذه المؤسسات لديها تأثير كبير على صناعة القرار في العديد من دول العالم نتابع في تقرير كريم علي نوش نواب البرلمان يصنعون القرارات ويضعون القوانين لكن ليس دائما القرارات تصنع في أروقة البرلمانات أو في الفنادق ففي الرواق بالأحرى اللوبي كانت جماعات الضغط تمارس سرا مشارعها ومصالحها فأصحاب المصالح الآن تطلق عليهم عبارة لوبي هم يمكن أن يكونوا من رجال الأعمال أو السياسيين أو العسكر أو رأساء الطوائف وكذلك حتى من الإعلاميين تجمعهم مصالح مشتركة وجماعة ضغط واحدة إذن هي شركة متعدل جسية عادر أن القرارات تضغط على السياسي من أجل المصالحها وتوجه لأحداث السياسية وتدخل في الأحداث السياسية لكن طبعا بالصمت وهذه اللوبيات أيضا قوتها تكمن في أنها اشترت كثير من وسائل الإعلام وتسيطر على كثير من وسائل الإعلام الخاصة إذن هي تهيمن على المشهد الإعلامي تهيمن على الشهد المالي البنكي باعتبارها تنسلك أكثر منهم ثم كثير من ما تصدم بالجمعات المحلية أو بالنقابات إلى آخر البرازيل التي تعرف مؤخرا حراكا سياسيا وقانونيا للإطاحة بالرئيسة ديل ماروسيف نجحت اللوبيات المسيطرة على أروقة البرلمان في إسقاطها بلد تنتشر فيه آلاف مكاتب جماعة الضغط خاصة المتعلقة بشركات الصناعات الغذائية والاستثمارات الزراعية بلد وصل إليه رجل الأعمال يسعد ربراب للاستثمار فيه ونزيد نقول أن اللوبي المال دا يحب يحكم في الجزائر المال القدر ولو تتفتح الملفات كي للبعض يحبوا يخلقون احتكار في الوسائل الإعلام اليوم أصبح خطر اللوبيات على مؤسسات الدولة لا يقل عن خطر الفساد فمن لا يحقق مصالحها تطلق ضده حملات في وسائل الإعلام يمولها اللوبي نشر للإحصائيات ودراسات تدعم وجهة نظر اللوبي اختلاق للفضائح القاء للتهم دفع للرشاوي وحتى استغرال القضاء عودة لضيفنا المحامي محسن عمارة الحديث عن اللوبيات كما شفنا في التقرير في كل بلدان عالم الثالث في الجزائر اللوبيات مما تتكون؟ سياسيين، عسكريين، مدنيين كلهم يخدمون مصالح بعضهم البعض نأخذه كمثال يسعد الربراب الذي كما كنت تقول أنه يسعد الربراب وعسكريين آخرين وإبان العشرية السوداء حقه أرباح طائلة على حساب جثث من الجزائريين إبان العشرية السوداء هذه اللوبيات هل هي مستمرة؟ هل وصلنا في الجزائري لمرحلة أنه بدأ يعني تنقص تأثير هذه اللوبيات الكبرى؟ كيف يمكن وضع حد له هذه اللوبيات؟ كي بدأت الأمور توضح تولي بالوضوح لاوين اللوبيات هذي ريتحرك هذي الحراك اللي رواقع منها هذي هو التصرف تحت اللوبيات لأنه لما غلقوا عليهم بدأوا يغلقوا عليهم سواء باستدر التشبيه بتاع الإطارات سواء بإدخال التكنولوجيا في الأخر هذي بدأوا شيئاً فشيئاً يروحوا يخرجوا من الساحة بالصح هما اللي رم يقولوا لك هذي الحراك سياسي هذي القرب و هذي المشاكل منها هذي كل منهم لأنه هما أرام في السلطة مثلاً أنا أدروا غير على الوزارة اللي رأوا فيهم الأخي في التعليم في التعليم علش التعليم في هذي المشاكل تعد يقربوا منها لأنها حرب في التعليم إدوكاسون نشونال تجد فيها الأخر يخرجون لك تجد هذه اللوبيات في البنك في البنك واسي اللي كانوا يخدموا اللي كانوا يخدموا مع الكميرسي أكستيريور مع فرنسا لما بدأوا ينقصوا لهم لما بدأوا يغيروا الاتجاه تجدوا لك المشاكل لكن اللوبيات كما شعنا في التقرير هي عالمية يعني لو نتحدث عن العالم اللوبيات لم تديره في العالم في كل بلد يعني في كل بلد فيه شبكات من هذا النوع هنا في الجزائر الكل يعلم أنه تم وضع للتصرفات المشبوهة لبعض من الضباط في على الأقل بداية هذه السنة لكن نشوف أنه فيه ناس في الإدارة فيه ناس داخل الجامعات داخل الوزارات داخل المؤسسات ناس مدنيين يعني ما عندهمش علاقة بالدياراس ولو أنه هالدياراس هو البوعبوع فقط ما عندهمش علاقة لا لا ما عندهمش علاقة فيه ناس ما عندهمش علاقة لكن يتم تسييرهم بوسطة هذه الأموال ماشي ما عندهمش علاقة فيه ناس يتدير ما يبينوش دركة طريق كيين وزارة اللي رام في الوزارة محسوبين محسوبين يعني شغل الناس تقول بالليسيديزون بو بريزيدون هو ما تعد ديراس كيين طريق كيما كيما يا محسن عمارة محسن عمارة أنا أتحدث عن المدنيين يعني عن ثقافة في المجتمع الجزائري أنه أصبح حتى من الشعب منهم من يشترى بالمال من يسير بالمال شعب خلينا نفهمك لأنه أنا أتكلم عن هذه الشبكة تصقلي يعني ديراس فيها المشكلة المشكلة وكيين ثم جزيزة مهرة ولما ما تعرفش هذه الأموال كيف يشتمشي فرسون نكروا بلي الأموال يتمشي هكذا كي تقول لي أنت اللوبيات في البلدان الأجنبية اللوبيات هذه كري اللوبيات سواء تعمل سواء تعجاه منها هدو كيليكزيست في الصوصيتي المام هالي كونسطويت كمسا هدا المجتمع مخلوق قال كاي اللوبيتاء المال كاي اللوبيتاء للي فامي لجرانت فامي داري شو لاي يديريش ديزوپرازشون كاي باريزم هذه المجموعة التي تستولى على الأمور. وبدأوا يدير الكلوبيات. كيف بدأوا يدير الكلوبيات؟ بدأوا هدجا من الأول بدأواها عن تاريخ لزنسيا مجاهدين. المجاهد اللي كان يحارب على اللي كان يبيع الدخان في الاستقلال أعطاولو يستطيع الدخان. وعطاولو تبرنة. وعطاولو تبرنة يبيع دياله. أسد محسن عمارة. ويحيا قال أن الدولة تتخوف من تغول رجال المال والأعمال. يبقى شير هادو 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 رجال المال والأعمال. نتاك تحوس على الأصل تحملو كان برغة تلقى لفاميل اللي كانوا عندهم مال. يبقى هذا الناس اللي جاءوا كمار برب اللي دخلوا في السوق وداروا ثلوات. هذا هو اللي يسمى اللوبي. شنو الإنسان طريب اللي كان عنده أموال. ديجا هادوك اللي كانوا عنده أموال هم محاوهم. هاو كما السيد هذا ويقول لك بلد دولة الأرض بتاعوا منها. بروبلم بروبلم روحنا اللي كان عنده اللي هو بش يوصل للمستوى بتاعك. لازم لازم نحي لازم تينحي لك. نعم أساس نحك أستاذ محسن عمنا فصل إشهاري ولا نعوضة. ترجمة نانسي قنقر